السلام عليكم اليوم جيت ندير معكم وصفة الكروكي وصفة اقتصادية المكونات تحاكين يعني في كامل بيوت بلا ما تخرجو تشلو تحبو تشربو قهوة وما نخيتو شوش تديرو السهل وصفة هي وصفة الكروكي وصفة نجحة مئة بالمئة كما راكم تشاهدو يجي هشيش وملفوق مقرمش بزف بنين منسبة الوصفة على الكروكي كان هادي الوصفة هادي ما نقولوش القهاوي باسكو المحلات يخدموها بس بدا نحكي لكم وانا نخدم اول حاجة نحن سوف نديروها هي لابات بالنسبة لابات عندي كاستع الزيت كاستع الزيت كاستع الزيت وبيض وبيض بيضة الصفار خليتو ندهن به من فوق يعني قلنا عدنا كل شرب عباد صفار خليناه ندهنو به وثلاثة والبيض قدرناهم نديرهم في لابات كاستع السكر وكاستع الزيت زيت دو سيدخون مغرفة صغيرة لاباني بقدروا استغناء عليها تكون لابات كاستع الزيت دو سيدخون هادنا باكيت على اللي فيوخ شيمي كاني خامير الحلويات ووزن عشرة غران والفارينا حتى تنطمن نلعبات طريقة تحضير سهلة كما راكم ترى دونا البيض. والسكر. والبانيليا. دعوا رشاة على الملح انا نسيتها. نخلطوا هاد المكونات حتى يدوبنا شوية السكر يعني يضاعف الحجم التاعود وكتوفوه يبيض النار خالب هادا. بالنسبة للناس اللي ما اضمش الباتر يقدروا يخلطوا بالفوي ولا بفر شيطا عادي. واللي معداش باتر ومعليش ما تتخضر ما تضرباش لهاد درجة. شوفوا كيفاش ولا هنا وليت نضيف انا في الزيت وانا نضرب من بسح كما كم تشوفوا مانيش نضيف فيها دربة وحدة. ضيفوا بشوية وانتم ما تخلطوا يعني ما توقفوش. حي تكملوا الكاس بتاعكم كامل. بعدوش تزايدو تزايدو ديرو لزيز دو سيدخون. قدوو ديرو تاع تشينا كي ما حبيتو. مبشور القارس وانا مبشور تشينا. نخلطو هنا غل شوية قسمه هاداك المبشور يتبعثر باختو. بعدوش ندير نراح ندير خميرة الحلويات كيس خميرة حويلة لازم يتغربل. ونطموه بلا فاغين حتى نحصلو على عاجينة ما تيبسوهاش بزا بزاف. دو كتشاهدو يعني دو كيبان لكم القاوم في الفيديو حبيت نقول لكم كما فاهمتكم مقابل قد قلت لكم في القهاوي ويخدمو تعزيت بس قعدة جنة غالمو يخدمو لهم آآ لي الماكيتات في البيوت هما ليخدمو ميبيعو القهاوي ما المحلات يخدموها بالزبدة زبدة هادي كيلي جيت على الكراطن ليخدمو بها السابلي وكلش والاغلبية كامل يخدمو رابات سابلي يديرو منها يعني راساب لي حبيبات عصاب لي هادوك الكبار ويديرو بها الكروكي وشفتهم بعيني يا انا خدمت برا من قبل وشفتهم كيفاش يديرو يعني يقسمو لعلابات ما بين الكروكي وما بين هادوك اللي سابلي الكبار كانوا يديروها بالزبدة هاني يسير من هاد المعلومة اما بالنسبة لما كيتات في البيوت يديروها بالزيت باسكوب كما نقولو احنا ما تكلفش اللي ما عنداش الزيت فضال تقدروا هاد البودة اه ولا هاد العجينة تقسموها على طروة بودة ولا تقدروا يديروها على زوج بالنسبة للناس يتحب الكروكي صغير يعني مش كما هادا كي يتباع في المحلات تقسمها على ثلاثة بالنسبة للناس اللي يحبياته كبير يعني اللي يكون حبه ما يزيج كي بتاع برا يتقسم هاد الكمية على اه ثلاثة انا الفرن تعي يعني ديراتو يسخن لازم يكون سخن من يوم خمستاش ندقيقة من قبل هنا دهنتي دياب الزيت والبلون دويت خافاي وغراني نخدم في هاداك الحربوش التاعي وبعد راح تدرتوه فقس نيوا اللي كنت دهنتها بالزيت التاني نبلاطيوه لازم نبلاطيوه باسكو على شفيه الخميرة راح يتنفق راح يتقون فلا تما لازم نبلاطيوه بش ما يجينيش مع الجل في نسبة الطبقة اللي يجي بالفوق متكونة من اه سفار بيضاء شوية على الحليب هنا كنت درت بزاف ما دا نقصت حكا وعدنا مغرفة صغيرات على الكاكاو ونخلطوهم هادا ما اهدا ما كان ولا كانوا فيها يعني حبيبات ولا تكتولات صفوها في صفايا لتكون ناتك صفايا تالحديد باسكو كما تعرفوا يعني الخشان ماشي كما صفايا تالحليب بعد نحكموه بنسو ونروحو نطلعه هاداك الكروكي بتاعنا من فوق نديروه ش طبقة خشينة بزاف يعني نديرو وش لازم وبعد نديرو هاداك الديسة المعروف تاع الكروكي بالفرشيطة بالنسبة اللي تحب الكروكي بالشوكولات تقدروا من فوق مرميي يطيب الكروكي ليد Eli اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر